عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الصين شارك خلالها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني كان الرئيس السيسي قد قام بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك يستانف مجلس مناء الحوار الوطني جلساته اليوم لمناقشة عدد من القضايا من بينها بحث ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات كما يتضمن جدول أعمال الجلسات موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة بحيث من المتوقع أن يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها ودعمها للقضية الفلسطينية فضلا عن متابعة وتقييم لجاني وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أجزاء منها واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار وتبادل المحتجزين واعتبرت الحركة في بان لها أن الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على قطاع غزة هو نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأكدت الحركة استعدادها للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للمحتجزين وذلك إذا ما أعلن الاحتلال الإسرائيلي التزامه الصريح بذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة قلقيلية الوقاعة في الضفة الغربية كما اقتحمت مدينة جنين ومخيمها الواقع شمال الضفة المحتلعة وأوضحت وكلة الأنباء الفلسطينية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطرافها المخيم من عدة جهات ما أدى إلى اندلاع عدة مواجهات كما اقتحمت أيضا قوات الاحتلال بلدة كافردان الوقاعة الغربة جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وبين المقاومة قال شهود إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أجزاء من متحف بروكلين الواقع في مدينة نيويورك وقد علقوا لافتة فوق المدخل الرئيسي يقولون فيها فلسطين حرة أوقفوا الإبادة الجماعية وقد ذكر مصدر تابع للمحتجين أن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل وقد أفادت إدارة المتحف أنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد وذلك بسبب الإضرابات التي شملت مؤناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنع أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون على أهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصال العسكرية على مستويات عدة بين الولايات المتحدة وبين الصين جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصينية دونج جون في سنغافورة وذلك على هامش حوار شانغريلا لمناقشة العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وبين الصين فضلا عن القضايا الأمنية والإقليمية والعالمية وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية شجد أوستون على أهمية احترام حرية الملاحة في البحار التي يكفلها القانون الدولي خاصة في بحر الصين الجنوبي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسئولية حيثما يسمح القانون الدولي بذلك أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك أكد أن هناك المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن روسيا تستخدم في حربها على أوكرانيا أسلحة حصلت عليها من كوريا الشمالية بشكل غير قانوني وأضاف شين أن التعاون العسكري بين موسكو وبيونج يانج يؤدي إلى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويؤثر على ساحة المعركة في أوروبا يدل الناخبون في الهند بأصواتهم في المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات العامة التي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها وقد دع رئيس الوزراء الهندي ناريدارا مودي لدى فتح مراكز الاقتراع دع الناخبين إلى المشاركة بأعداد كبيرة والتصويت ويسعى مودي للفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي في الوقت الذي يخوض فيه حزبه بهاريتا جانتا منافسة أمام تحالف معارضة يضم نحو عشرين حزبا بقيادة حزب المؤتمر الهندي قد بدأت المرحلات الأولى في التاسع عشر من إبريل ومن المقرر أن تعلن النتائج في الرابع من شهر يونيو اشتركوا في القناة